السؤالي أنا قبل ما نروح لك لنقطة ثانية لو الراجل اكتشف أن مراته بتكلم حد تاني من حقه أنه يعمل إيه؟ لا عايز أسمع كمجتمع شرقي كمجتمع مصري أولاً هقولك أولاً لما الزوج يعرف أن مراته بتكلم حد تاني من حقه يعمل إيه؟ من حقه طبعاً لازم يسير مش هقولك يضربها ومش هقولها أنا مش هقول لو عندها عيال يدربها ومش هقول أنه هو يحبسها في البيت لأنه هو ده اللي بيحصل يعني أنا هقولك اللي بيحصل في المجتمع الشرقي بتاعنا بتتحبس في البيت ما بيتاخد منها كل وسائل التواصل مع البرة حد تتربى والكلام ده في مجتمع شرقي وكان في المجتمعات الغربية الزمان نفس قصة وكانت بتتحبس الست مش عدين أحنا بس فقه ياخد عيالها بدل ما يروح يشهد عليها في المحكمة ويعمل لها قضية أي حاجة مخلة للشرف أسبينا ربي العيال وتخرصي خلص طول عمرك أنت عارفة هما بيفكروا ازاي يا سالي الراجل بيقول ايه بيقول ازاي واحدة مش صينة بيتها ومش صينة اسمي حتصون ولادها وهتربي عيالي ازاي وبعدين استني أنت عندك ولاد داخلين خارجين عليك في البيت أنت بتكلمي واحد في التليفون أنت مش مدركة يعني طب سيبك من وضع بتاع ايمان وضع بتاع ايمان مختلف لأنه ما كانتش جابة ولاد بس هل ده معناه أن أنت مش فاهمة يعني إيه جواز دي بقى الحتة اللي أنا أجي أقولك فيها الغلطة الأهل الأهل يا سالي نحن عندنا مشكلة أحليلي موقف لا أقولك المشكلة اللي إحنا عندنا الأهل دورهم إيه؟ مش أن أنا أعرفك اسطح والغلط طبعا تبع لغاية هنا بقا بينسوا حاجة مهمة جدا بينسوا أن دورهم مش أن أنا أقول لك ده صح ولا غلط لأ لما أنا أقول ده صح ولا غلط دوري لي أن أقول لك الصحة يتعامل ازاي؟ مش أقولك هو ده الصح لأ لازم اكمل هنا في نقاش لا اكمل أقولك الصحة ده يتعامل بتحديد تعليم وإقناع ولما أجي ولما أجي أقول ده غلط لازم أقول ده غلط ليه وعواقبه إيه يعني لما يتعامل الغلط ده أنا تكتو إيه لكن مش معنا تربية أهل إن أنا أقول ده صحي ولا غلط لأ إن أنا أقول صحي يتعامل إزاي وأقول الغلط ده غلط ليه